موسيقى السلام عليكم ويا من أوقع الوثيقة ويا جدتي هذا ما قاله النائب فاق الشيخ علي معلقا على وثيقة الشرف الانتخابية وثيقة برعاية أممية وبمقاطعة سياسية فالوثائق تعددت والأزمة واحدة بوضوح نسأل ومن ثم نناقش وثيقة الشرف الانتخابية هل ماتت قبل أن تولد ماتت باعتراض ومقاطعة أم ولدت برعاية دولية وحاجة ماسة لماذا؟ لكن هل نحتاج إلى وثيقة كتبة من قبل شخص هم السبب بالأزمة وهذه المرة من هو الضامن وما هو الملزم لتطبيقها؟ هل هي سلاح لضرب الخصوم أم لإيقاف نزيف انتخابي داخل الكتلة الواحدة؟ وهذه الوثيقة هل تنسف دور المفوضية؟ هل تتعارض مع قانون الانتخابات؟ إذن مشاهدنا لمناقشة هذا الموضوع معي من بغداد الأستاذ نوري الجناب القيادي باعتلاف الوطنية ومن المفترض أيضا مشاهدنا أن ينظم معنا بحلقة هذا اليوم القاضي والعبداللطيف البرلماني والوزير السابق أرحبك أستاذ نوري مرة أخرى معنا ببرنامج بوضوح على شاشة زاق روشت لماذا اقتلاف الوطنية يعارض وما شارك بالتوقيع على وثيقة الشرف الانتخابي؟ هذه الوثيقة ممكن أن تضمننا على الأقل نزاهة الانتخابات لماذا ما وقعتو يا أستاذ نوري؟ أستاذ نوري تسمعني؟ يمكن لا يسمعني أستاذ نوري عموما بينما يجهز الصوت بحقيقة أود أن أتحدث بهذا الموضوع أوجه أسئلة عديدة لضيوف الكرام الأستاذ نوري والأستاذ وائل عبداللطيف صار جدل كثير وعلامات استفهام حول وثيقة الشرف الانتخابية لماذا مع كل أزمة سياسية تولد وثيقة شرف؟ إلى الآن عندنا عبرة السبعين وثيقة شرف سواء كانت انتخابية أو سياسية عموما أعتقد الآن مشاهدين يسمعني الأستاذ نوري أستاذ نوري إذا تسمعني حياك الله وياهل أبيك أستاذ نوري تسمعني صار لنصة عاحة وياك قبل ما يبدأ البرنامج نعم تسمعني هسا شنو 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 اللي دي يصير عندك إذا تسمعني إنتلو لأ عموما أتمنى من الشباب أن يعالجوا للصوت أرجع حقيقة أستعرض نقاط وعلامات الاستفهام التي أثرت حول توقيع وثيقة الشرف الانتخابية لماذا تظهر عندنا الوثائق الشرف الجمل المستفزة حقيقة للشارع العراقي علق عليها النأفاق الشيخ علي أنه أنا مع منه أوقع الوثيقة مع جدتي ممكن أن يكون فاق الشيخ علي معارض لكن بالمقابل الكثير من الكتل السياسية وقعت على وثيقة الشرف الانتخابية لكن التوقيع كان النقطة المهمة أنه كان بغياب رؤساء الكتل السياسية رؤساء الكتل السياسية ما كانوا حاضرين حقيقة كان اعتراض الموضوع وكأنه مزايدات سياسية النائب محمد ناجي خليني أحشي لكم الكواليس كنتم تابع المؤتمر الذي تم توقيع بوثيقة الشرف الانتخابية يقرأ آية قرآنية يعترضوا عليها لأن حقيقة الآية القرآنية بها كلمة الفتح بالتالي الفتح هي قائمة انتخابية فاعتبروها دعاية انتخابية إلى هذه المرحلة وصلنا بالتنافس الانتخابي لا والتناقض الأكبر أنه اللي اعترضوا واللي كانوا موجودين كلهم مشاهدين أنهما جايين ومتفقين على توقيع وثيقة الشرف الانتخابي هو السؤال هنا هذا الاعتراض هل ممكن أن تموت هذه الوثيقة قبل أن تولد هل مرة برعاية أممية كل مرة تكون الوثائق وثائق الشرف سواء كانت السياسية أو الانتخابية أو كل وثائق الشرف اللي وصل أعدادها لعبرة السبعين هي تكون برعاية أممية بالتالي جدل كبير علامات استفهام حول وثائق الشرف والجمل والمصطلحات اللي تستخدمها أو اللي حقيقة تخترعها الكتل السياسية مع كل أزمة ماكو أزمة ما عندنا اختراع كحل من قبل الكتل السياسية وهي الكتل السياسية نفسها اللي تولد الأزمات اليوم وثيقة الشرف الانتخابية خلحت حتى نبسطها لكم هي لضمان إجراء انتخابات نازيهة ليش هي الانتخابات النازيهة تحتاج وثيقة شرف لو تحتاج ضمير حي حتى نقدر نطبقها ونطبق قانون الانتخابات نلتزم بالمفوضية العليا وقوانين المفوضية تعليمات المفوضية منزور ومنسخر المال السياسي حتى أشتري أصوات وحتى تكون الدعاية الانتخابية على الأقل بشكل المقبول بالتالي هنانا علامات الاستفام أنه نحن اليوم نحتاج إلى ضمير حي نحتاج إلى وثائق شرف هذه الجمل مستفزة ومعيبة خصوصا بهذه الفترة وبهذه المرحلة الحرجة اللي مر بها البلد واللي واجه تحديات سواء كانت سياسية هواية واقتصادية وحتى أمنية بالتالي اليوم عندما نتحدث عن وثيقة شرف لضمان إجراء الانتخابات هل وثيقة شنو رح يكون دورها هي ملزمة لو لا شنو الضامن ما تقول للأمم المتحدة الأمم المتحدة حاضرة بجميع وثائق الشرف اللي توقعت سابقا زين أنت من توقع وثيقة شرف حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا دور المفوضية دور الكتل السياسية ومدى التزامها بقانون الانتخابات بالإضافة إلى التزامها بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندنا قانون أحزاب الكتل السياسية ما ملتزم به ومسخر المال السياسي قانون الأحزاب ما منع المال السياسي من الوصول للأحزاب ونشوف أحزاب ما شاء الله مهيمنة على المال السياسي وعلى عقارات الدولة ببغداد وبأغلب المحافظات العراقية بالتالي هاي الحيتان من الأحزاب الأحزاب المهيمين الأحزاب الحاكمة الأحزاب اللي تمتلك فصائل مسلحة والأحزاب اللي تمتلك المال السياسي يعني معقولة هاي رح تجي وتلتزم بوثيقة شرف وقعها كم نائب لا وكانوا مختلفين عليها أيضا وسط مقاطعة ليش دائما مشاكلنا حقيقة أنه يعني نلقالها حل من الخارج الضامن هو الأمم المتحدة لا الضامن هو ضميرنا الضامن هو التزامنا الأخلاقي الضامن هو تأديتنا للقسم ما أنتوا اللي وقعتوا أغلبكم أعضاء مجلس النواب وقعتوا على صيانة سماء وأرض هذا البلد عموما خليني أروح أشوف الضيف إذا كان يسمعني أستاذ نوري الآن تسمعني نعم أسمعك أستجعين حياك الله الحمد لله والشكور يا ربي حفظك أيضا أذكر مشاهدينا من المفترض أن يكون معنا الأستاذ وعبداللطيف القاضي الوزير والبرلمان السابق أستاذ نوري رحب بك ليش اتلاف الوطنية انسحب وعارض وثيقة الشرف الانتخابية وهذه الوثيقة اللي وقعوا عليها واللي طرحوا هذا الموضوع هذا يقول لك ممكن أن تضمننا إجراء انتخابات حرة ونزيهة بضع بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء مساء الخير أنا أحييك وأحيي مشاهدي قناة زاقروس الكرام جميعا نعم العملية السياسية اليوم هي على مفترق طرق وهي اليوم في مرحلة تقييم حقيقية للإداء السياسي خلال الـ 14 سنة الماضية نحن في اتلاف الوطنية تقييمنا للإداء السياسي خلال الـ 14 سنة الماضية هو كان إداء ضعيف جدا وكان هذا الإداء هزيل أيضا فيه كثير من الخلل وفيه كثير من المشاكل سوء إدارة وسوء تخطيط وسوء تقدير لكثير من الأمور التي تتعلق بموضوع العراق بشكل عام وموضوع الشعب العراقي في موضوع الإدارة السلبية والسيئة في كثير من ملفات الحياة التي تخص المواطن العراقي منها ملف الخدمات وكثير من الملفات الأخرى نحن عندما نسمع أن هناك عملية سياسية في العراق المفروض بعد 14 سنة وثلاث دورات برلمانية المفروض أن تكون قد عبرنا إلى مرحلة جيدة في مجال الديمقراطية نعم أستاذ نوري ما هي الديمقراطية؟ هذه الديمقراطية ما هي الديمقراطية التي كان يقاتل عليها الدكتور عياد علاوي والذي حاول واغتيالها أكثر من مرة هو المنجز الوحيد الذي نفتخر به من ذاقي اليوم لليوم والذي يرى البعض أنه من قشمرتنا الطبقة السياسية بها هي الديمقراطية الديمقراطية أصحاب الأزمة هم يسوون حل اليوم الحل هو وثيقة الشرف الانتخابي ما معارضيها أنتم؟ هذه ممكن أن تضمننا إجراء انتخابات حرة ونزيهة موضوع الوثيقة هذه وهناك سابقات كثر لوثاء كثر لم يلتزم بها أحد ما دام أن البلاد العراق دخل في عملية ديمقراطية وهناك دستور بالرغم من أننا في اتلاف الوطنية لدينا بعض التحفظات على كثير من فقرات الدستور ولكننا المفروض أن الدستور هو الذي يسير العملية السياسية وغير العملية السياسية في مسائل الحقوق وفي مسائل الواجبات ومنها الانتخابات البرلمانية التي يجب أن تكون حقيقية وأن تكون لها دور في عملية عملية تسليم السلطة السلمي بعيدا عن أي أمور أو أخرى سواء تدخلات داخلية أو تدخلات خارجية ولكن لدينا رأي أن كثير من الذين دخلوا في العملية السياسية قد صنعوا لأنفسهم دكتاتوريات صغيرة في كثير من دوائل الدولة وفي كثير من الوزارات وهم قد اعتبروا أن هذه الوزارات وهذه الدوائر التي استلموها هي ملقص ولا يمكنهم التنازل عنها من ضمنهم الدكتور عياد علاوي لا يقول لك ما أدري يعني معقولة اليوم هذا البلد اليوم كله يتحدث بوثير الدكتور عياد علاوي له تجربة في قيادة العراق استمرت لهدود 11 شهر كانت هذه القيادة يعني خلال تلك الفترة فترة بيضاء والرجل قد طلبوا رجال حكم ست شهر سيد نور كانت هذه الفترة هي فترة 11 شهر بالألفين واربعة إلى مطلع الفين وخمسة حتى الانتخابات التي جرت في الفين وخمسة حتى أنهم قد طلبوا أن يمدد له سنتين أو أكثر حتى أنه رفض ذلك خوفا على عملية إخلال في عملية تسليم السلطة السلمي اتفضل أستاذ نور أسمعك أستاذ نور تسمعني أنا أسمعك بوضوح ليش مقفت تفضل أنا حتى ما قاعد أقاطعك لنعرف أنه أكو الخلل بالصوت شباب شون اللي يدعي يصير أستاذ نوري تسمعني ما تسمعني زين بينما يصلح ويرجعلي الأستاذ نوري أرجع أتحدث بنوقات الخلاف أيضا أذكر مشاهدينا أنه من المفترض أن ينضمنه الصوت القاضي وائل عبداللطيف اللي تأخر علينا حقيقة على الانضمام لحلقة هذا اليوم يقال أنه القاضي وائل عبداللطيف هو مؤيد لهذه الوثيقة أسمع رأيها شون اللي يعول عليها القاضي وائل عبداللطيف اللي ينتقد أغلب وثائق الشرف اللي تم توقيعها سابقا قانونيا وثيقة الشرف الانتخابية ملزمة له حالها حال وثائق الشرف اللي تم توقيعها سابقا واللي مطبق منها أي شي نفسهم اللي صنعوا وثائق الشرف الانتخابية أو وثائق الشرف السياسية اللي كانت مع اللي ترافق كل أزمة هم نفسها رح يرجعون وينتقدون وثيقة الشرف عموما أتمنى أن يسمعني أستاذ نوري أستاذ نوري تسمعني الآن والله يعني مدى أسمع مدى أسمع الصوت أستاذ نوري المفروض تسمعني الشباب يقولون المفروض يسمع تسمعني الآن هذا السيلا غير واضحة هسا تسمعني واني ما سألتك أصلا أستاذ نوري تسمعني الآن صدق يصير صدق يضيع الصوت أستاذ نوري الآن تسمعني خلاص شباب بينما يصلح الصوت خلينا نتحدث بالموضوع أستاذ وقال عبداللطيف ما وصل إلى الآن شباب ما وصل يعني ما أعرف أنه القاضي وقال عبداللطيف هذه المرة الثانية يعني مرة ما حضر وهذه المرة الثانية هو يتأخر فكيف يعني ما تلتزم بموعد برنامج الموعد يكون أشبه بالدستور عموما الآن بوصل القاضي والعبداللطيف عموما أرجع أتحدث بذات الإطارة نحب أستثمر تواجده وخبرته القانونية بمدى قانونية هذه الوثاق هالوثاق هالوثاق حقيقة ستضمن لنا إجراء انتخابات حرة نزيهة لو تسويف سياسي لو سلاح لضرب الخصوم حقهم اليوم مؤتلاف الوطنية وأغلب الكتل اللي عارضت وثيقة الشرف السياسية من حقها اليوم أن تقلق لأنه أغلب الكتل اللي كانت متبقى واللي وقعت تمتلك مال تمتلك سلاح تمتلك أغلب مقاومات اللي تتهم به أنها قادرة مثلا على تزوير الانتخابات قادرة على السيطرة على مراكز انتخابية قادرة على التأثير على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عموما الآن مشاهدين جهز معي القاضي وائل عبداللطيف سيادة القاضي أرحب بك وإذا تسمعني الآن بس إذا تسمعني أكدني أن تسمعني حتى أقدر أسئلك أسمعك جيد أسمعك جيد اتفضل حياك الله لو سهلا مرحبا تحياتي إلك أستاذ وائل يعني إذا سمعت تعليق فاق الشيخ علي يقول لك وين أوقع هذه الوثيقة ووثيقة الشرف ويا جدتي شون اللي تريد عليها وليش هذا الاستخفاف بيها يعني شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك ضيوفك الكرام تحياتي لكم ومشاهدي قناة زاكروس الكرام جميعا يشرفني الحقيقة اليوم أن أحضر لأول مرة أمام قناةكم الكريمة تحياتي لكم أيضا يشرفني الله يحفظكم بما أراه في هذا الصدد للأسف أن العملية السياسية في البلد تمر بمنعطفات ليست سهلة في الجوانب السياسية وفي الجوانب الاقتصادية وفي الجوانب الاجتماعية وبالتالي يراد حقيقة تآذر وتكاتف كل أبناء الشعب العراقي يقدر هذا البلد ينهض من الكب ومالته وفي مقدمة الناس الشعب هم القادة يعني القائمين على أمر والقائمين على أمر هم السياسيين وفوق السياسيين هم الناس البرلمانيين اللي يشكلون مجلس النواب ومجالس المحافظات ويمثلون مجلس الوزراء الحقيقة أنه وثيقة الشرف هو تأكيد تأكيد أننا سنمضي ونحترم واحد اثنين ثلاثة أربعة أشبه بمدونة السلوك أشبه بمدونة القاضي أشبه بمدونة السلوك البرلماني أشبه بمدونة التوصيف الذي يجب أن يتصف به من تنتظم المدونة له أو تنظم عمله أنا ما أعتقد بها في التقديم ولكن بها نوع من الالتزام الأدبي الأخلاقي لكننا وثيقتنا الفعلية الحقيقية التي نعمل بها سواء في البرلمان أو في الوزارة هو الدستور ممتاز سيادة القاضي إذا تسمح لي أنا حبيت تكون معنا من وقت حتى أقدر أفسر الوثيقة نقطة لكن ذكرت عدت نقاط مهمة منها أن الوثيقة تضمن التأكيد أننا نمضي وسنحترم وأيضا الالتزام الأدبي والأخلاقي تحدثت بهذه المفردات سيادة القاضي أنت أعرف مني بالدستور ما دستور ضامن وكافل كل اللي تحدثت به لماذا نحتاج وثيقة شرف انتخابية الخوف واصل بالقوة السياسية مبلغ كبير جدا بصراحة أتكلم مع حضرتك وإلى المشاهدين الكرام سواء كان الفرز يدوي على العد اليدوي سيخضع إلى التزوير والتغيير والتبديل وإذا أيضا خضع إلى الجانب الإلكتروني أيضا هناك مخاوف من عملية التزوير وعملية التزوير تجري بشكل كبير جدا ليش لأنه حتى هذا التصويت الإلكتروني بمفاتيح فمن يمسك بمفاتيح اللعبة أكيد أكيد أصحاب مفاتيح راح يدخلون على مفاتيح اللعبة وبالتالي كلهم معدهم اطمئنان لا يقدرون يذهبون إلى العد اليدوي حصل ما حصل عام 2014 ولا يقدرون يذهبون إلى التصويت الإلكتروني بمفاتيح ومفاتيح معروفة قد تكون لبعض الأشخاص فهذا صار مدعى لأنه يوقعون وثيقة شرف لتطبيق القانون لتطبيق النظام الذي سوف تجري عليه عملية الانتخابات لكن تسألني أقولك لا الالتزام هو التزام الوطن والالتزام هو الالتزام بالدستور وتطبيق بحذافيره يعني ما نأخذ اللي الريدة ونرفض اللي ما يعجبنا أن نطبقه والبرنامج هو مو برنامج الحزب الفلاني والحزب الفلاني البرنامج هو ما تتوصل إلى اللجنة الوزارية لطلب منح الثقة من مجلس النواب هذا فقط البرنامج الحكومي هو هذا البرنامج الوزاري سيارة القاضي سيارة القاضي البعض اللي أنت متخوف من عندهم واللي خلتك وخلت أغلب الكتل السياسية والفرقة أن يتفقون على صناعة مثلا وثيقة الشرف الانتخابية والتوقيع عليها هذا أولا البعض هو من ملتزم بالقسم اللي قسم عندما استلم سواء كان منصب حكومي التنفيذي أو تشريعي هذا شو رحلتزم بوثيقة الشرف الانتخابية والله هذه فتسال يعني بألم راح أتحدث عنها بألم أنه هذه اليمين المؤدات سواء من الضباط على الأغلب وكل الانتفاضات والحركات اللي صارت بعد أن يؤدي الضباط اليمين بأنه ما يتحرش بالنظام ولا كذا ولا ولا الانتفاضات والمؤامرات والانقلابات وكذا بعد تأدية اليمين وإجينا إلى اليمين الموجودة في المادة خمسين من الدستور التي تؤكد أن البرلماني يحافظ على البلد والتشريعاته والسيادة البلد وإلى آخره ودوام ما يداوم يعني يقعد بالكفتر يشرب شاي ويجقر أو يأرقل أو هاي سيغار لكن قاعده بداخل البرلمان ما يقعد حتى ينجز صح قوانين لأبناء شعبه إلى أخوانه فإذا اليمين مال الله ما تلزمك بعد يا وثيقة هاي اللي راح تلزم هو هذا يا سيادة القاضي هو هذا اللي أنا دأحت عموما خليكو يا خليني أشرك ضيفي الآخر الأستاذ نور الجناب أستاذ نور الجناب الآن تسمعني نعم أسمعك جيد الحمد لله والشكر بتحدث بصراح سيادة القاضي والعبداللطيف إنه عندنا مخاوف إيه أروح شا سوي هذا أضعف الإيمان إنه أروح لوثيقة شرف انتخابية عسى وعل إنه يلتزمون بيها شنو المانع ما شاركت بيها يا أستاذ نور كأتلاف وطني ابتداءنا يا حي ضيفك الكريم القاضي والعبداللطيف الذي أنا أحترمه وأحترم ما أرأه كثيرا صراحة التخوف ينطلق من تجارب سابقة هناك كثير من الوثائق التي تم الاتفاق عليها سابقا ولكن حجم الالتزام بهذه الوثائق لم يمثل أكثر من 5 إلى 10% فبالتأكيد أن هذه التجربة يعني من خلال تجارب اتلاف الوطنية السابق مع الوثائق السابقة بأن حجم الالتزام بها سوف يكون ضعيف جدا نحن ننظر إلى مجلس النواب أنه هو أكبر وأقوى سلطة في البلاد هو السلطة التشريعية والسلطة الرقابية أضوى مجلس النواب هو رجل دولة يجب أن يكون رجل دولة أضوى مجلس النواب له حق أستاذ نوري أستاذ نوري أستاذ نوري معذر المقاطعة لكن ما أريد نتحدث ونقفز على الواقع لا تتحدث لي بترف سياسي مثل ما يتحدث الدكتور أياد علاو يتحدث لي بواقعية وخليك صريح مثل القاضي والعبداللطيف ده يقول لك نحن نعرف نعرف أنه متخوفين من البعض هذا اللي دعاني أنه اليوم أسوي وثيقة شرف انتخابية عسى وعل أضعف الإيمان أنه يلتزمون بيها نعم نحن نتخوف من كثير من الأمور صراحة وخاصة في موضوع الانتخابات من خلال التجارب السابقة قد حصلت عمليات تزوير كبيرة وواسعة جدا وقد وقع ظلم كبير جدا على تلاف الوطنية في انتخابات 2014 حيث أنها أعداد كبيرة من أصوات التلاف الوطنية قد تم تحويلها إلى تلافات أخرى وذلك قد حصل داخل المفوضية السابقة ولكننا ننظر إلى المفوضية الحالية بنظر ترقب واحترام عالي ونتمنى أن تكون حيادية يعني كما هي دائية يعني كما هي قالت وأقرت بأنها سوف تكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية وأن الانتخابات سوف تكون نزيهة والضمان في ذلك هو الأجهزة الإلكترونية أجهزة البصرمة والبيومتري نتوقع ونتمنى أن يكون هذا الكلام إن شاء الله دقيق وصحيح ولو بنسبة 90% هذا يضمن لنا الحصول على انتخابات نزيهة ووصول رأي الشارع ورأي الشعب العراقي إلى البرلمان القادم ممتاز لكن كل مرة كان يعول الدكتور أياد علاوي بكل تصريحاته مثلا على الأمم المتحدة برعاية دولية إشراف دولية موجودة اليوم كانت مشرفة على توقيع وثيقة الشرف الانتخابي ما الذي يخليكم يشاركون بعد هذا الضامن ما هذا الضامن نعم بالتأكيد وهذه ليست دعوة هنا نحن ولكن أيضا دعوة أحزاب أخرى منها دعوة سيد مقتد الصدر الذي طالب بأن تكون هناك إشراف إشراف دولي وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات القادمة نحن نطالب أن يكون مراقبين دوليين في كل مراكز الانتخابات في العراق ومالمانع أن يكون في كل مركز انتخابي مراقب دولي اليوم واحد من الصبesi حتى المساء حتى نضمن أن يكون هناك نزاهة ونظافة حقيقية في الانتخابات القادمة حتى تكون هذه الانتخابات هي مرعاة عاكسة لرأي الشعب العراقي الذي مع الأسف يعني كثير من أبناء الشعب العراقي اليوم عندما نتكلم معهم نجد أن ثقتهم بالعملية السياسية قد تزعزعت وهم يقولون لنا سنذهب وننتخب من الذي يضمن بأن أصواتنا لن تصادر ولن تسرق ولن تحرف ولن تجير إلى أطاف أخرى وبذلك من حقكم بس مو من حقكم أنه تخاطعون على الأقل كل حلول تطرح لضمان عدم تزوير الانتخابات عموماً خليك وياي أستاذ نوري خلينا نروح للأستاذ وائل عبداللطيف أستاذ وائل الملاحظة أنه لماذا أغلب قادة الكتل السياسية ما شفنا السقور اليوم موجودين بتوقيع وثيقة الشرف الانتخابية عدم حضورهم ألا يفرغ هذه الوثيقة من محتواها عزيزي أقول لك فتح حقيقة مؤلمة متعبة أيضاً من فترة مجلس الحكم اللي بدت بها العملية السياسية ما أكو حضور دائم إلى الخط الأول أكو حضور للخط الثاني وللخط الثالث وربما الرابع انتقلنا بالوزارة نفس الكلام انتقلنا للجماعية الوطنية نفس الوضع وفي دورات البرلمان الأولى والثانية والثالثة أكو ناس يغيبون عن المشهد العمل الفعلي اللي هو العمل الجماعي اللي هو مثل البرلمان عمل جماعي زين الوزارة عمل جماعي يعني لازم كل الوزارة قاعدين حتى يصوتون على القوانين بالضبط هذول غايبين وما قاعد يجمعهم طاولة وحدة وأرجوك أن دائم نتراقب هذا المشهد لا مراقبة والله ما تجمعهم طاولة وحدة مستحيل كل واحد يقود البلد من زاوية عياد علاوي من جهة نور المالكي من جهة وسامن الجيفي من جهة مسعود البرزاني من جهة الأحزاب الأخرى يعني ماكو في الجامع يجمعهم دائماً على الخروج برؤية موحدة نذوب كل هنا وحتى نبني الوطن ممتاز وبالتالي الابتعاد عن الاجتماع معناته كل واحد يضمر شيء في نفسه ليس ما عاجبه سيادة القاضي حتى نوضح للمشاهد حجم المتفقين والمعارضين من التحالف الوطني مثلاً للعبادي كان معه هذه الوثيقة المالكي هادي العامري عمار الحكيم مقتدل الصدر كانوا معه توقيع هذه الوثيقة أم لا والله أنا ما قاعد أعرف بسناً بسناً اللي شفته شبت الأخ حسن السينياد معناه هذا يمثل الأخ المالكي لكن السينيان الوية أو الثلاثة ما أعرف منه من هو تابع للعبادي من هو تابع للحكيم من هو تابع كذا الحقيقة يعني ما أعرفهم ربما شخصيات سياسية أنا ما أستطيع أن أشخصهم أو ما تابعت هذا الموضوع مرد وجوه جديدة هاي لوجوه الجديدة بازع من شغلة اسمها وثائق الشرف يعني لفظة وثيقة شرف مستفز والله مستفزة للشارع العراقي يا أستاذ والعبداللطيف والله مستفز أنا أتوقف عدها حبيبي والله والله أنا أتوقف عدها طويلاً شو يعني وثيقة شرف بالضبط يعني إذا ما نفذتوها يعني إذا ما نفذتوها معناتها أنتم ما عدكم شرف زين سيارة القاضي ما عدنا أكثر من كلين معاصرهم كم وثيقة شرف توقعت وما تطبقت سابقاً ليش تجي أنا كمواطن تستفزني بهاي الألفاظ و بهاي المفردات أنا أروح إلى الدستور الذي صوت عليه الشعب بالاستفتاء بأكثر من 11 مليون مواطن وقالوا هذا هو العقد الاجتماعي تدري هذا العقد الاجتماعي كثيراً عطلين من عنده جماعة تعديلات دستورية ما يرضون يسوون قانون المحكمة الاتحادية ما يرضون يشرعوها قانون مجلس الاتحاد ما يرضون يسوونه قانون النفط والغاز ما يشرعوه قانون توزيع الموارد المالية على الأقاليم والمحافظات ما يرضون يسوونه قانون للعاصمة بغداد ما يرضون يسوونه قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي ينظم الوظيفة العامة في التعيين وإعادة التعيين شرعناه بال2009 لا وفو كل هذه سياسيين كارثة سياسيين كارثة يعلن عن نهاية فصل تشريعي والمقرر يقول لي أنه لا يوجد قوانين مهمة مشاريع قوانين مهمة لا يوجد وهذا الغضب هذا الاستفزاز للمواطن منين جاءبوها؟ منين؟ منين جاءبوها هذا الكلام؟ أنا أفتهم رأيك اليوم أنا أطلعت على فرد موضوع أخطر من اللي حضرتك تتحدث به نحن اليوم برلمانيين 188 برلماني قعدنا وصوتنا على قانون وخلص ورحلوا حتى يبعثون الرئيس الجمهورية تقعد الهيئة الرئاسية تبدل بعض المصطلحات تضيف جمل تحذف جمل وتودي الرئيس الجمهورية بحيث من يروح للنشر يدققه من هو متابع لألفاظة أثناء التصويت عليه يلقى أكو أشياء تختلف عن المنشور يختلف عن المصوت عليه أنت شايف لك يعني حضرتك شايف خرابيط بهذا الشكل يعني معقولة معقولة عيشوا شوف بالعراق سيادة القاضي دعنا أرجع أروح للأستاذ نوري الجنب أستاذ نوري دور المفوضية وين؟ مم مفوضية علياة مستقلة للانتخابات مدورها تنظيم العمل الانتخابي مدورها ضمان نزاهة الانتخابات هذه وثيقة الشرف ستعطل دور المفوضية المفوضية لماذا مطلع من عندها صوت وعدكم ممثل من اتلاف الوطنية بالمفوضية العلية المستقلة للانتخابات الحمد لله والشكر طبعا الاتلاف الوطنية يمكن والاتلاف الوحيد اللي ما عنده ممثل في المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بالتأكيد المفوضية غير معنية بهذا الموضوع يعني غير معنية بموضوع الوثيقة لأن المفوضية لديها نظام داخلي ينظم العملية الانتخابية وفق الدستور وفق القالون الهيئات المستقلة وبالتأكيد أنها يعني موضوع الوثيقة يعني هذا موضوع مبادرة حصل من قبل أحزاب في السلطة تحاول أن تنظم أو ترتب أمور كما ذكر القاضية هي عبارة عن نقاط أو مدونة أو اتفاق أو ضوابط أو كذا ولكن كل حزب من الأحزاب الرئيسية المشتركة بالعملية السياسية له رأي قد يقبل بهذه الوثيقة وقد لا يقبل بهذه الوثيقة واتلاف الوطنية رفض الحضور ورفض التوقيع على هذه الوثيقة كما قلت لك لأن هناك ما هو أسمى وأكبر من هذه الوثيقة هو الدستور والدستور هو الذي ينظم العلاقة بين الصلوبات والذي ينظم الجماعة عندما يتماشى مع مصالحهم يلتزمون بالدستور عندما يتعرض لا يضربوا عرض الحائط لكن خليني يعني نسلسل المعلومة تسلسل المعلومة الآن وصلنا مع تعرض وثيقة الشرف مع دور المفوضية يعني الآن المفوضية شنو دورها إذا أكو وثيقة شرف تلزم الكتل السياسية على الالتزام وضمان انتخابات حرة نزيهة شكوا داعي نسوا مفوضية ألغوا المفوضية وكل سنة نوقع وثيقة شرف انتخابية كما قلت لك بأن هذه الوثيقة يعني أعتقد يعني أعتقد من خلال حجم الحضور واللي وقع يعني حجم الحضور والمقاطعة يؤكد بأن هذه الوثيقة قد ولدت ميتة يعني أعتقد بأن الأمور قد صارت بهذا الاتجاه أضمان الحقيقية أضمان الحقيقية لانتخابات نزيهة وأن تقوم المفوضية أولا بدورها الحقيق المستقل تكون على مسافة واحدة من الجميع وثانيا أنه موضوع الإشراف الدولي والأمم المتحدة يجب أن يكون لها دور في الإشراف على هذه الانتخابات لا أستاذ نوري أستاذ نوري إحنا الآن بحاجة ماسة وخلينا أثبت لك الشلون السفير الأمريكي اللي بارحة تحدث عن أن المفوضية تطلب الدعم يعني المفوضية لا تستطيع على الحتان على السقور على المال السياسي السفير الأمريكي تحدث عن أن المفوضية تطالب دعم دعونا نجرب وثيقة الشارع بيكات الله يلتزمون بها وحتى ذا كانت السبعين والخمسة وسبعين جربوا هو الشعب أصبح حق التجارب نحن يمكن بإتلاف الوطنية نرضى أنه تكون النزاهة خمسة وسبعين بالمئة ونعرف أنه ما لتكون مئة بالمئة في العراق بمن تجربة ديمقراطية حديثة يعني صعب المنال في هذه المرحلة إذا حصلنا انتخابات نازية بنسبة خمسة وسبعين بالمئة نحن بخير يعني بالتأكيد راح نحصل على مجلس نواب جيد جدا بنسبة خمسة وسبعين بالمئة يعني راح نحصل وزارة ممتازة بنسبة خمسة وسبعين بالمئة يعني تصحيح أخطاء الأربعة سنة الماضية خلال الأربع سنوات القادمة بالتأكيد هذا راح يكون ممتاز وبالتأكيد راح تكون نتائج قوية جدا خلال الأربع سنوات تصف كلها في مصلحة العراق والشعب العراقي وبالتأكيد عام 2022 راح نقدر نحصل على نسبة نزاهة ونسبة عمل جيد وممتاز بنسبة تجاوز 90% أستاذ نوري أستاذ نوري ياسنة نقدر نحصل على نسبة نزاهة بالانتخابات إذا اشتغلنا بنسبة خمسة وسبعين بالمئة نضافة ونزاهة الأربع سنوات القادمة بالتأكيد 2022 الانتخابات القادمة راح نحصل وضع جيد بنسبة تجاوز 90% دعونا نروح للقاضي والعبداللطيف سيدة القاضي هل وثيقة ما تتعرض مع عمل المفوضية ما تنسف دورها والمفوضية محقة بطلب مساعدة من السفارة الأمريكية ببغداد لو لم تشعر بالضغط عليها والتهديد الذي ينطلق من هنا وهناك لما ذهبت وكي تطلب الحماية ربما والدعم لكي تقول للأحزاب والقوى السياسية بأنه توقفوا عن التأثير على المفوضية نحن الحقيقة صار أربع سنوات نؤكد على أن المفوضية تأتي من القضاة إلا مو قضاة في الخدمة وإلا قضاة متقاعدين ناس مستقلين وجيبوهم بعقود وهم ناس محايدين سوف لن يعني يذهبوا إلى هذا الجانب أو ذاك الجانب بحكم عملهم والوظيفة لأكثر من أربعين خمسة وأربعين سنة لكنه للأسف ما توفقنا بإذن هناك إرادة على أن تكون المفوضية غير مستقلة هذا واحد شوف شوف حضرتك قانون الانتخابات يعني اللي هو أساس إحنا لا نحتاج هذه الأنظمة ولا كثيرا لو إحنا أخذنا بما أراد الدستور نعم لكل مئة ألف نسمة مقعد معناتها إحنا عدنا دوائر متعددة والدوائر المتعددة تخلق عدالة وتخلق منافسة شريفة في داخل المركز الواحد معناتها إحنا نحتاج إلى 328 دائرة انتخابية نعم أنا بالدائرة ضيقة للدائرة الانتخابية كل إحنا راح يخلص الاستفتاء بالضبط أو الاقتراع راح نتواع للصبورة وللشخص القائم يعد ورئيسين يحطهم بمحظر ويسلمهم خلص كل إحنا صار عدنا علم إحنا أصحاب الدائرة هاي اللي فائز رقم ماحد فلان والفائز رقم اثنين فلان والفائز رقم ثلاثة فلان وهكذا لا نكلف ورق ولا نكلف حديد ولا بوسترات ولا هاي الأموال الطائلة ولا نتعب بالتزوير لأن ما يزور بعد لأن هاي اليوم الحش يصير قدام عينك فلهذا هاي ما يردون يسوونها بحجة أنه إحنا ما نقدر نحدد مثلا هاي القرية قد نفوسها هاي الناحية قد نفوسها طيب هذا مو شغل البرلمان البرلمان دروح شرع قانون وألزمهم بالضبط أنت ألزم المفوضية بأن هي تروح خلاص تلقالي كل مئة ألف نسمة وتفتح بها دائرة خابية وانتهى الموضوع زين سألت القاضي بسؤال أخير حتى أختم مع معاكم مع الأستاذ نوري هذه الوثيقة ولدت ميتة صح أو لا شأنها شأن اللي مات الله يرحمها شأنها شأن الوثائق التي ماتت الله يرحمها غوى سياسية لا تريد تلتزم بالدستور ولا باليمين ولا بمثاق شرف تريد تسعى إلى السلطة بأي شكل كان طيب شكرا للك أستاذ نوري الجواب لحضرتك والسؤال عفو اللي حضرتك وثيقة الشرف ولدت ميتة هاي كيف لها بالتأكيد التلاف الوطنية يعني عنطى الموقف كامل بالبيان الواضح يلا أنا أشكرك كل أستاذ نوري الجنابي شكرا اللي حضرتك شكرا سيارة القاضي لحضورك ولسعد صدرك القاضي والوزير والبرلمان السابق وإلى عبداللطيف شكرا لضيوفي الكرام الختام مشاهدين هو كالعادة ميثاق الشرف بيناتكم معدوم تردون الشعب بيكم يثق صعبة ما شافوا الصدق منكم أبد فاديوم مشغولين كل واحد عشق حزبة يا ربات الدول أنتم يا ندر الشوم ترى خلص صبرنا وطولة اللعبة تاجرتوا بحربنا وهالشعب محروم وحق الله ورسوله وطوفة الكعبة ما يسكت بعد هذا الشعب مظلوم مرى الذلة كاس الذلة شي شربة يا ميثاق بيصفين بس هدوم وساطور سياسي قصبوا بشعبة ميثاق الشرف يا شرف يا بطيخ ما بيكم شريف إي حتى أنتخبة يا ربات الدول أنتم يا ندر الشوم ترى خلص صبرنا وطولة اللعبة شكرا لكم مشاهدين أشوفكم باشر إن شاء الله اشتركوا في القناة